بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعليش سرح المشتلين نواصل في الشابتر 5 الليكتشر 5 نشوف فيه اللي هو الانتغريشن التكامل التكامل غير محدود وتكامل محدود التكامل الغير محدود أنا هنا عندي انت اي ايش معنا هذا الكلام؟ معناها دي معناها تكامل اي بالنسبة لل اكس لو ما اعطيته شيء ياخذ بالنسبة لل اكس او اقرب شيء بالنسبة لها فهو ال اي هذي موجود عندي هنا لازم تكون symbolic expression اولا ناخد مثال حنشتق هذي الفنكشن بالنسبة لمين؟ بالنسبة لل اكس نلاحظ هنا هنعرف ال اكس توبور ان اولا اكس توبور ان اذا ال اكس والن لازم يكونه symbolic variable ونقوله هنا انت اي هل نحتاج هل ضروري نقوله له بالنسبة لل اكس هنا؟ لا ما نحتاج لانه التكاملات التكامل دايما ياخذ بالنسبة لل اكس وأقرب شيء بالنسبة لل اكس زي الاشتقاق زي ما شفنا لو في هنا x, y, z وكده لو ما في هنا x هياخذ بالنسبة لل y او اقرب شيء بالنسبة لها هنا ممكن تحط له كده او تحط int int e بالنسبة لل x ويعطيك نفس النتيجة هيعطيني نتيجة نتيجة التكامل كده او هذي اللي هي cosine x cosine x سميناها g وقلنا int g نفس الشيء لو قلنا int g بالنسبة لل x يعطيني نفس النتيجة بس بالنسبة لل x لاني ال x هي اقرب شيء ليه فهو ياخذها مبساطة اذا النتيجة هي مشتقة cosine هي cosine لو في عندي اكثر من variable في ال e هذه فلازم يحدده هو يعمل التكامل بنسبة لمن؟ هل بنسبة لل x او ال y او z او ال v مثال عندنا هنا x to power n لكن انا وديش اعمل التكامل بنسبة لل n اذا f equal x to power n n x ك symbolic variable هنا تقوله int f with respect to n وليست بنسبة لل x وهنا هيعطيك التكامل هل اقدر هنا اعمل زي المرة الماضية اقول بس int f كده لا هنا هيعطيني بنسبة لل x اذا ما حطيته شيء اما بما انه هنا بنسبة لل n فلازم اقوله ال n لماذا؟ لانه ال x اقرب لانه ال x هي default التكامل المحدود هذا يعني تكامل e بالنسبة لل v من a الى b واضح مثال هنا سنعمل هذا التكامل اللي هي e عندي اللي هي x square x معرفة هنا من وين؟ من 2 الى 5 من 2 الى 5 بالنسبة لمن؟ بالنسبة لل x نتيجة ستكون عدد طبعا لانه هذا التكامل محدود شوف مثال اخر في عندنا هذا المثال هذا يشبه المثال اللي اخذناه في الاشتقاق في عندي تكاملين هنا اخذ اولا للتكامل الداخلي صار عندي هذا التكامل التكامل الداخلي ال f d y التكامل الداخلي هو هذا بس d y والكل بالنسبة لل d x اذا هذا الداخل هنا حنسميه i1 والخارج حنسميه اللي هو الكل حنسميه i2 اولا لازم اقول سيمس لازم اقول سيمس h x y والf اعرفها تساوي x minus y cubic اذن i1 اللي هو التكامل الداخلي هنا هذا بس يساوي int f بالنسبة لمن بالنسبة لل y و i2 تساوي int تكامل تبع ال i1 لاحظ اللي هو هذا الداخلي i1 بالنسبة لمن بالنسبة لل x هذا الشكل نكون حسبنا هذا جبنا هذا التكامل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة